لطالما شكلت فئة حامل عقد ما قبل التشغيل اهتماما بالغا للسلطات العليا في البلاد حيث أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في وقت سابق بإدماج كل عمال هذه الفئة على عدة مراحل أوامر توجت بأكبر عملية توظيف دائم في تاريخ الجزائر سارة وخديجة من بين هؤلاء المستفيدين القرار الإدماج اللي صدر من طرف رئيس الجمهورية كان قرار جد رائع لأني كنت غير مستقرة في المنصب الأول اللي كنت فيه كنت تابعة إلى جهاز النشاط الاجتماعي لاداس وكنت حقيقة كل مرة كنت نخمم أني نوقف العمل في أي لحظة لأنه عمل غير دائم بعد ذلك مدة عام تقريبا جاءت المفاجأة اللي كانت حقيقة جميلة ورائعة بالنسبة لي كانت تحول جدري في كل حياة تاعي بالنسبة لحياتي يعني الشخصية وحتى المهنية هذا القرار أثر علي بشكل إيجابي من حيث أنه ديمومت الحصول على منصب عمل قار وبالتالي تحصل على جميع حقوق الموظف منها حتى تقعد وبالتالي يعني شخصيا أثر عليها بشكل إيجابي نشكر الدولة الجزائرية وعلى رأسها من السيد رئيس الجمهورية الالتفاتة للفئة الكبيرة من المجتمع يعني اللي كانت في وضع مالي معقد أما يوسف الذي اشتغل طيلة تسع سنوات كامل عبر جهاز المساعدة على الإدماج المهني بات اليوم يتمتع بكامل حقوقه كموظف دائم بدأت نخدم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني في 1 فبريق 2010 وقعت مدة تسع سنوات وأنا في هذا الجهاز هذا نعمل فيه نرجى القرار رئاسي هدايا وين تبدلت حياتي كولا عندي الحق في التقاعد ولا عندي الحق في الترقية في المنصب ديالي نشكر الدولة الجزائرية ليوفاة بالعهد الوعد ديالها قرار إدماج حملي عقد ما قبل التشغيل الذي طوي نهائيا مع نهاية 2023 سمح بإدماج أزياد من نصف مليون عامل منتسب لجهازي المساعدة على الإدماج المهني ونشاطات الإدماج الاجتماعي فكرت سلطات العليا للبلاد في غلق هذا الملف نهائيا عن طريق إدماج كل المنتسبين الذين كانوا في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2019 وذلك طبقا للمرسوم 19-336 القاضي بضرورة إدماج منتسب جهاز المساعدة على الإدماج المهني ففي نهاية سنة 2023 طوية هذا الملف بصفة نهائية حيث ساهمت الوكالة الوطنية للتشغيل بشكل كبير في عملية الإدماج حيث تم إدماج أكثر من 325 ألف منتسب لهذا الجهاز إضافة إلى مساهمتها أيضا في إدماج منتسب عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي البالغ عددهم 179 ألف وسبعمائة واثنين منتسب لهذا الجهاز تعهدات سيدة رئيس الجمهورية في التعهد رقم 44 وأنا أتذكر بأن أثناء الحملة الانتخابية التي قدته في ولاية باتنا أعلن من هناك بأنه سيتكفل بهذه الفئة وبعد مباشرة توليه لزمام الحكم وزمام السلطة في هذا الوطن قد وفى بهذا التعهد وأصبحت كل الناس يتكلمون عنه أنه ليست تعهدات انتخابية مكتوبة بل هو مخطط عمل مدروس لمسه كل شبابنا كل إطاراتنا كل مواطنين لمسه في الميدان ترجمة نانسي قنقر